السلام عليكم سألني أحد الأصدقاء خلال متابعته لكأس العالم سؤالا جميلا جدا قال لي أنه كان يظن أن فكرة ركل الكرة وجعلها تنحني في الهواء فكرة خيالية تماما لكنه صدم عندما رأى ذلك يحدث بأم عينيه خلال المباراة السؤال الذي سئلته باختصار هو كيف؟ كيف يمكن أن تركل الكرة ثم تنحني من تلقاء نفسها في الهواء؟ ألا يناقض ذلك قوانين الفيزياء تماما؟ وفعلا قد يبدو هذا مبدئيا معارضا لقوانين الفيزياء خصوصا قانون نيوتن الأول الذي يقول أن الجسم الساكن يبقى ساكن والمتحرك يبقى متحرك ما لم تؤثر عليه قوة خارجية فما هي القوة الخارجية التي أثرت على الكرة وجعلتها تنحني في الهواء؟ ومن أجل حل هذا اللغز دعونا نذهب بعد الإنترو أو المقدمة إلى خبير رياضي لاعب كرة القدم صديقنا محمد وعموما إذا أعجبك هذا الفيديو فلا تنسان من الإعجاب والاشتراك وتفعيل الزر الجرس ليصلك أي جديد واختصارا للوقت على أي حال دعونا نبدأ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في نعمة كيف حالك أنت؟ هل يتنقمنا بسؤال صديقنا محمد السؤال الذي سألناه في بداية الحلقة بخصوص حناء الكرة في الهواء بعد ركلها فأجابك التالي يجب أن تعلم يا أسامة أنه عند ركل الكرة بالطريقة الاحتيادية فإنها ستسير بشكل مستقيم فلذلك إذا أردت جعل الكرة تنحني فإني أضربها من طرفها بطرف قدمي ذلك سيجعل الكرة تنطلق وهي تدور وخلال دورانها ستدور خلال محورها وبالتالي ستنحرف باتجاهها إلى المرمى حسنا الآن نفهم من محمد أنه عند إضافة عامل الدوران فسيتغير كل شيء يعني لو أن الكرة ركلت بشكل عادي فستنطلق بخط مستقيم بشكل عادي لكن إضافة عامل الدوران سيغير شيئا ما عند دوران الكرة سيكون هناك مقاومة للهواء الجهة التي يكون دورانها مع اتجاه الهواء ستكون ذات ضغط منخفض والجهة الأخرى التي تدور عكس اتجاه الهواء ستكون ذات ضغط مرتفع وبالتالي ستدفع الكرة باتجاه الضغط منخفض دعوني أوضح هذا الكلام فيزيائيا أكثر ببساطة الكرة بعد ركلها ستكون محاطة بالهواء من كل جهة دورانها هذا لو كان عكس اتجاه عقارب الساعة مثلا سيحرك جزيئات الهواء كذلك عكس اتجاه عقارب الساعة هذا الأخير الذي سيجعل هناك منطقة فيها الكثير من الهواء يعني نقول فيزيائيا ضغط مرتفع ومنطقة أخرى فيها القليل نسبيا من الهواء يعني ضغط منخفض الهواء سيتجه من المنطقة ذات الضغط المرتفع إلى المنطقة ذات الضغط المنخفض لكن الهواء سيتحرك وسيدفع الكرة معه وبالتالي يظهر لنا أن الكرة تنحني في الهواء إذن باختصار شديد الكرة ستركل بطريقة تنطلق مع دوران الدوران هذا سينشئ فروقات في الضغط تأثير فرق الضغط هذا سيجعل الكرة تتجه باتجاه الضغط المنخفض حسنا الآن أفهم منك أن الكرة لو ركلت من الجهة الأخرى فستدور بالاتجاه المعاكس وبالتالي ستنحني بالاتجاه الآخر صحيح صحيح فإذا أردت جعل الكرة تنحني باتجاه اليسار فإني أضربها من طرفها الآخر وإذا أردت جعلها تنحني باتجاه اليمين فإني أضربها من طرفها الآخر فكل له تجاه تماما الآن فهمتك وهكذا يكون قد انتهى حل لغز اليوم إذا وصلت لهذه اللحظة من الفيديو فأقول لك شكرا جزيلا للمشاهدة